أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان وحد من وعود المسيح القوية والثمينة اللي بتعزي كل شخص في هذه الأيام اللي بتعطينا رجاء مبارك ويقين للحياة الأبدية هو قول يسوع المسيح في إنجيل يحنى إصحاح ستة قائلا ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا هذه الآية كثير كثير مشجعة وكثير مطمئنة هي دعوة من يسوع المسيح وبالتحديد وبالتخصيص ليسوع المسيح كما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم أو كما قال كل من يقبل إلي لا يجوع واتكلم عن الماء الحي من يطلب أو من هذا الماء أنا أعطيه من يقبل إلي أنا أعطيه الماء فإذن هذه الآيات فيها تعزية فيها رجاء فيها ضمان وفيها بركة بركة أنك تبتيجي للشخص شو اللي بيثبت أقوال المسيح أسندت بأفعاله سياق الحديث عندما أشبع الآلاف وقال أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي وهنا يقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا في إنجيل يحنى صحاح عشر قال أنا هو الباب من يدخل بيتكلم عن الباب يخلص يخرج ويجد مرعا فإذن الدخول هو من خلال المسيح وإنك لما تقبل إلى يسوع المسيح أنت تأتي إلى المصدر ومش أي كلام بيعطي حياة أبدية بيعطي ضمان أبدي ويقول من يقبل إلي إلي أنا بالتحديد بالتخصيص ليسوع المسيح ليس أي طريق آخر ولا أي وسيلة أخرى ولا أي باب آخر لأن المسيح قال أنا هو الطريق ثم قال أنا هو الباب ويقول كتاب وليس بأحد غيره الخلاص بس هذه الآية إلها أبعاد أخرى هذه الآية بتعطي الضمان وتأكيد الخلاص عندما تأتي إلى يسوع المسيح يضمن حياتك الأبدية إذا بتلاحظ في السياق الحديث يقول لأن هذه هي مشيئة الله الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير في آية 38 مكتوب لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أطلف منه شيئاً بل أقيمه في اليوم الأخير قل لي أي نبي أي عظيم أي ديانة بتعطي وعد بالحياة الأبدية في الزمان الحاضر أو في صيغة الحاضر قال يسوع من يقبل إلي فإذا ينبغي أن تأتي إلى يسوع بتوبة حقيقية وتقول له ارحمني أنا الخاطئ لأنه أجأ مش على أساس يظهر بس معجزاته آياته التعليم أجأ كما قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد النفس لأجل أحبائي جاء وضح بنفسه من أجلك ومن أجلي لأن ابن الإنسان يسوع المسيح لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين فإذن هو الأضحية هو الفدية هو الكفارة هو اللي مات بديلاً عنك وعني حتى يعطيني ويعطيك الحياة الأبدية وعندما تأتي إلى يسوع تأتي كما أنت وتقول له ارحمني أنا الخاطئ فيك تصلي هاي الصلاة تعرفوا الرب بيعرف لغة القلب مكتوب التفت إلي كل من ينظر إليه يحيا عارف الفكرة أنت لما بتيجي للمصدر مصدر الحياة اللي هو يسوع المسيح بيعطيك الحياة الأبدية صليها قوله يا رب ارحمني أنا الخاطئ أدعوك إلى حياتي حتى تكون ربي ومخلصي وصدقني إذا أنت بتصليها من قلبك بكلمات بسيطة رح يجي لحياتك بيغفر خطيك بيعطيك الخلاص بيعطيك الشفاء الكامل الروحي وبيخلصك خلاص كامل بيعطيك حياة أبدية ومكتوب أيضا بيعطيك ضمان الحياة الأبدية لأنه وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا شارك اعمل شير مع آخرين رب ابركك شكرا